السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم مشاهدي ومتابعي انا اتعلتم في المحاضرات الخام 16 اللي هنستكمل فيها الجزء الخاص بالمدخلات نظام الحسابات او ادارة الحسابات في المحاضرات اللي فاتت وقفنا لغاية دليل المراكز التكلفة النهاردة هنبدأ بالسنديق شاشة السنديق او نافذة السنديق من خلالها بنقدر نضيف خزن للشركة طبعا مش هنقدر نضيف خزن او سنديق للشركة الا بعد ما نكون رفعنا الدليل المحاسبي او ادرجنا الدليل المحاسبي في النظام بتاعنا طبعا الخزن اللي هنضيفها هنا هنقدر نستخدمها في عمليات الصرف والقبط او عمليات البيع والشرع على حسب ما يترى ازاي بنقدر نستخدم الشاشات ديت بعد الضغط او شاشة السنديق اصل بعد الضغط على زرار اضافة او ايكونة الاضافة نيجي هنا عند خانة رقم الصندوق بندخل فيها رقم خاص بتكويد هذا الصندوق او هذه الخزنة في خانة رقم حساب الصندوق بندوس ف تسعة علشان يظهر لنا الدليل المحاسبي اه تظهر لنا كل الحسابات المعرفة ان هي حسابات خزن اه او حسابات صندوق علشان نقدر نربط من خلالها من خلال هذه من خلال هذا الحق الخزن بتاعتنا او الخزنة اللي احنا بتضيفها بيه اه الحساب اه الخاص بالصندوق او الحساب الخاص بيها على وجه التحديد بعد كده بنضيف هنا اسم الصندوق في خانة اه اسم الصندوق هنقول خزينة الادارة مسلا وعايزين نضيف لها اسم الاجنبي بنضيفه بعد كده في رقم التسلسل زي ما اشارنا لخانة رقم التسلسل وحق الرقم التسلسل في المحضرات اللي قبل كده اه حق الرقم التسلسل ده بيظهر يعني في حالة رغبة المستخدم ان هو يعمل تسلسل للسندات في الشاشات السندات القبض وسندات الصرف اه بيستخدم الحقل ده عشان يحط فيه اه تسلسل اه معين فمثلا اذا كان المستخدم بيرغب ان هو اه يضع لكل خزنة اه تسلسل لاسف للسندات او للعمليات اللي هتطلع من هذه الخزنة او هتجرع هذه الخزنة تسلسل معين زي مثلا ان هو يعمل تسلسل معين لسندات القبض وتسلسل معين لسندات الصرف لكل خزنة فمثلا انتيجي الخزنة رقم واحد يبقى لها سندات قبض بتسلسل خاص بيها الخزنة رقم اتنين يبقى لها سندات قبض بتسلسل خاص بيها خزنة رقم ثلاثة سندات قبض بتسلسل مختلف خاص بيها وكذلك الاربعة ايا كان عدد الخزنة اما اذا مستخدمش ومحطش المستخدم تسلسل رقم تسلسل هنا في الحقل ده فهنا بيطلع التسلسل للعمليات سندات الابض او سندات الصرف وراء بعض لكل السندات الابض لكل الخزن اه لسندات الابض ايسف لكل الخزن زي ما قلنا. فهيبقى الخزنة رقم واحد. اه مسلا اصدرت سند اه اه رقم اه خمسة. يجي بعد كده اه خزنة رقم اتنين تصدر سند الابض رقم ستة اه اللي وراه على طول وهكذا. بتمشي سندات الابض بالتسلسل على اي ان كان رقم الخزنة اه اللي بيصدر منها هذا السند. سواء سند الابض او سند الصرف انا اقصد هنا العمليات الخاصة بالسندات. كمان من المميزات اللي بيسمح بيها نظام المتكامل اه في خانة التسلسل هنا وفي رقم التسلسل هنا ان هو ممكن يدي تسلسل مختلف لكل عمليات على حسب الخزنة اه ومش شرط يكون كل الخزن بنفس الطريقة. فمثلا انا جيت اديت تسلسل اه هنا رقم واحد مع الخزنة رقم واحد او الصندوق رقم واحد. وبعدين اضافت الصندوق جديد رقم اتنين مثلا. ممكن ادي له نفس التسلسل اللي هو التسلسل رقم واحد برضو. فهنا سندات الابض وسندات الصرف. هتاخد نفس التسلسل يعني سندات الابض. هتاخد نفس التسلسل الخزنة واحد والخزنة اتنين. يعني هتبقى ماشية بتسلسل ثابت واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. اي ان كانت اه نوع الخزنة او اي ان كان الخزنة بتصدر معنا سبق واحد او اتنين. ان هما الاتنين خدوا هنا نفس رقم التسلسل. كذلك سندات الصرف هتاخد تسلسل ثابت للخزنتين لخزنة واحد وخزنة اثنين اللي خده نفس رقم التسلسل اللي هو تسلسل رقم واحد. هتبع هنا سندات الصرف واحد اثنين تلائة اربعة خمسة ستة بتسلسل سابت متتالي. طيب انا هنا حبيت اكارية خزنة جديدة خزنة رقم تلاتة. وحبيت اديها تسلسل جديد. فده سهل جدا هنا كده السندات الخاصة بهذه الخزينة هتصدر بتسلسل خاص به. تسلسل جديد غير تسلسل الخزينة القبل كده. هل يجب بقى ان انا ادي تسلسلات مختلفة لكل خزنة? لأ انا ممكن ادي لخزنتين او تلاتة او اي ان كان نفس التسلسل وممكن ادي الخزن بعد كده تسلسلات مختلفة. الموضوع كله منوط بطريقة شغلي وطبيعة مشاث. بعد كده عندنا المتغير صندوق نقطة البيع او صندوق نقطة بيع. بتفعيل المتغير صندوق نقطة بيع هنا المزام هيعتبر ان هذا الصندوق خاص به نظام نقطة البيع. وهيزهر هتظهر الخزنة دية في نظام نقطة البيع علشان تستخدم في نظام نقطة البيع. ولو ما فعلناهوش فهنا مش هيعتبر النظام ان الخزنة دية خاصة او ملحقة بنقطة البيع فمش هتظهر طبعا معنا في نظام نقطة البيع. كمان بتفعيل المتغير هنلاقي عندنا هنا ظهر رقم المستخدم واسم المستخدم. بتحديد رقم المستخدم. هيزهر الاسم. هنا انا كده حددت ان المستخدم رقم واحد هو اللي هيستخدم نقطة البيع دي او هيكون لصلاحية الولوج واستخدام واجراء عمليات على الصندوق ده الخاص بنقطة البيع. طيب. بعد كده عندنا النوع هل هو قبط او صرف او بيع وشيرة على حسب رقبتنا في اه التعامل مع الصندوق دوت او تحديد طريقة التعامل بيع. انا عايزها تبقى اه خزينة للقبض فقط او خزينة للصرف فقط او خزينة البيع وشيرة طيب انا ممكن احدد اكتر من المتغير هنا انا عم. ممكن احدد اكتر من المتغير مش لازم يكون متغير واحد. وممكن متغير واحد او متغيرينها كما هي سياستي المالية في الشركة. عندنا بعد كده هنا اه المتغير ايقاف. لما اه بنفعله بيزهر هنا تاريخ الايقاف وهي بكتب بقدر اكتب بسبب الايقاف هنا. طبعا المتغير ايقاف اه بيوقف لي عمل اه الخزنة تماما. وبيوقف التعامل على هزيه اه الخزينة. لو قصينا بعد كده في الجزء الخاص بالارصدة هنا او في الجدول دوت بتظهر في اه ارصدة العملات المختلفة اه ازا كانت الخزنة ديت مربوطة على اكتر من اه عملة. طيب ازاي بعرفت الخزنة دي مربوطة على اكتر من عملة? طبعا من خلال رقم حساب الصندوق اللي انا حددته هنا. اه على حسب العملات اللي انا ربطتها به في الدليل المحاسبي. هتكون الخزنة مربوطة على نفس العملات ديت. فبيزهر هنا الرصيد الحالي ورصيد الحركة ورصيد الافتتاحي. في اه موقوف هنا. يبقى انا بوقف التعامل اه بهذه العملة في هذه الخزينة. عندنا هنا الحد الادنى والحد الاعلى. هي الحدود اللي بتحدد في الدليل المحاسبي لهذا الحساب. علشان اه لا يتعدى اه الحد الاعلى لكمية اه العملات الموجودة في هذا الحساب. او لا اه ما ينزلش يعني تحت الحد الادنى. اه من اه قيمة العملات المفروض تكون موجودة اه في الخزينة اه كحد ادنى طبعا. اه وبيزهر اه ارسالة تنبيه في حالة ان هي هي وصلت لحد الادنى. او تعدد لحد الاعلى. بننتقل بعد كده الى اه شاشة اه البنوك. من المدخلات. طبعا اه الشاشة البنوك بنستخدمها علشان ننشئ بنوك جديدة نضيف بنوك جديدة. اه طبعا البنوك هنا بتكون هي الحسابات المنكية الخاصة بنا احنا كمنشأة. بنضيف البنوك اللي بنتعامل معاها اه في الشاشة داية. او بنعدل على بيانات بنوك اه دي. برضو البنوك زي الخزن اه من قدرش نضيف بنك الا لما يكون الدليل المحاسبي اه مرفوع على النظام ومنشأ في النظام بتاعنا. اه بالاضافة بنخشف عمل الشاشة على طول بالضغط على زرار اضافة. هنيجي هنا لرقم البنك. طبعا هو الخانة اللي بكوت فيها او بحط فيها كود لرقم البنك. بعد كده رقم حساب البنك. بادوس في اف تسرة عشان يظهر لي اه كل الحسابات الموجودة في الدليل المحاسبي المعرفة ان هي اه حسابات بانكية. وطبعا هتكون هي حسابات فرائية. بعد كده بحط هنا اسم اه البنك. اه بالعربي. اه ولو عايز احطه بالاجنابي هحطه في الخانة اللي تحته. اللي هي خانة الاسم بالاجنابي هزو احطه اسمه. بعد كده خانة رقم التسلسل شرحنا عمل اه خانة رقم التسلسل ايه هو? اه لو انا عايز اه تسلسل اه خاص بالعمليات اه بتاعة البنك ده لوحده. احط له تسلسل هنا علشان يظهر تسلسل خاص بيهم. لو انا مش عايز اه تسلسلات خاصة بدنوك يبقى هنا اه مش هسجل حاجة هنا وهسيب النظام يدي تسلسل ثابت لكل العمليات باختلاف البنوك. عايز اه هنا في خانة رقم التلفون بسجل رقم تلفون البنك وفي خانة رقم الفاكس بسجل الفاكس بتاعنا. اه آسف الفاكس في البنك. في رقم حساب البنك بسجل رقم حسابي الموجود عند البنك فعلا. رقم حسابنا عند البنك فعلا. سجله هنا في خانة رقم الحساب في البنك. بعد كده بحط الايميل اللي بتوصل بينه مع البنك. ايميل البنك يعني بعد كده عنوان البنك في حق العنوان. لو عايز اعمل ايقاف للبنك دوت بدوس على ايقاف هنا او اه بفعل متغير ايقاف. فيوقف التعامل مع البنك دوت ما يقدرش اه مستخدم يقوم باجراء اي عمليات من خلال هذا البنك على النظام. اه برضو في القيمة او الجدول بتاع الارصدة بتظهر العملات بالحسابات المربوطة عليها البنوك. بتظهر الحسابات بالعملات الموجودة اه او يمكن تعمل بيها على هذه الحسابات. والحد الادنى والحد الاعلى هم اللي بيخددوا من خلال التقيم حسابي. علشان ما نتعداش الحد الاعلى ولا ننزل اقل من الحد الادنى للعملات الواجب توفرها في هذه الحسابات. لو لو فعلنا هنا موقوف. فانا كده بعمل اقاف للتعامل بهذه العملة. بعد كده عندنا رصيد الافتتاحة ورصيد الحركة ورصيد الحالي لكل عملة من العملات. دي ببساطة شديدة اه شاشة البنوك هي شبيهة جدا اه ان ما كانتش هي بالزبط اه شاشة السناديق فيما عادة ان بيفرق بس ان هنا اه بحط شوية اه داتا زيادة عن البنك زي رقم تلفون ورقم الفاكس ورقم حسابنا عند البنك ايه والبريد اللي بتاع والانوان. نرجع بعد كده لي اه خان اه حقل. ااسف اه شاشة اه اه خلطة لتنزل عملية طبعا اه لا اه لا اه لا اه رحنا الى شاشة الارصيدة اه الافتتاحية. طبعا شاشة الارصيدة الافتتاحية زي ما احنا شايفين بتنقسم الى اه تبويبين. اه تبويب اه خاص بالارصيدة الافتتاحية وتبويب اه اه طباعة الارصيدة اه الافتتاحية. التبويب الاول اللي من خلاله بضيف فعلا الارصيدة الافتتاحية. طبعا الارصيدة الافتتاحية اللي هنضيفها هتكون للحسابات الفرعية. اه طبعا الارصيدة الافتاحية مقصود بيها اه هي الارصيدة اللي بنفتتح بيها الفترة المالية بتاعتنا او السنة المالية بتاعتنا او بنفتتح بيها التعامل على الحسابات اللي هنحددها آآ عشان نضيف لها ارصدة آآ افتتاحية. ازاي بنستخدم الشاشة داية عن طريق الضغط على آآ ايكونية اضافة. هنا الشهر دوت مقفل. آآ طبعا مش عارف اضيف ارصدة افتتاحية على شهر. آآ مقفل لازم بنفتح الشهر الاول. طبعا من ادارة النظام. فيها لخفالات. هنا هنفتح شهر اثناشر مسلا. هنفتح كل الشهور بنفس الطريقة او نلغي اخفال كل الشهور بنفس الطريقة. بعد كده باجي هنا آآ بعد ما بعمل اضافة بقول ان انا عايز اضيف ارصدة افتتاحية من حساب رقم كزا الى حساب رقم كزا. والحسابات اللي بحطها هنا بتظهر لي آآ تحت في الجدول آآ دوت. ولو عايز اضيف آآ ارصدة افتتاحية لعملة بضيف العملة او موردين او مراكز تكلفة. على حسب الطريقة اللي انا عايز اضيف بيها ارصد افتتاحية. طيب. في حال ان انا عندي حساب او عميل او مورد او مورد او مركز تكلفة مربوط على اكتر من عملة. فبحدد العملات اللي هيشتغل بيها من هنا. كمان طريقة آآ آآ العرض بقدر احددها هل هي حسب رقم الحساب؟ حسب اسم الحساب؟ حسب المركز ورقم الحساب؟ حسب المركز واسم الحساب؟ كما يتراءه آآ آآ لي وكا وكا وزي ما هو اسهل لي الشعب. طبعا الداتا اللي انا حطيتها هنا فوق في النص الفوق من الشاشة هتظهر لي في الحقول الاعمدة الاولى هنا هنا هيظهر الحساب وهنا العملات والعميل وهنا المورد بعد كده بابدأ احط الارصدة بتاعتي في الحقول ديت الخاصة بالاعمدة بتاعة المدين والدين المحلي طبعا مدين محلي ودين محلي بحط هنا فيهم الرصيد للعملة المحلية ومدين ودين أجنبي بحط فيهم الارصدة للعملات الاخرى او العملات الغير محلية هنا بيظهر لي مراكز التكلفة طبعا هنا بيبقى اجمالي المدين وهنا اجمالي الداين والفروق بعد ما بحط اذا في فروق بينهم بعد ما بحط الداة بتاعتي والارصدة الافتتاحية بتاعتي بعمل عملية حفظ وبكده يبقى انا اضفت ارصدة الافتتاحية بشكل سليم وشكل واضح اذا عايز اطبع الارصدة الافتتاحية بادوس على طبعة الارصدة الافتتاحية زي ما احنا شايفين فتح لنا تاب جديد خالص اسمه الارصدة الافتتاحية بقدر احدد منه التقريرنا عايز استعرضه بشكل فرعي الارصدة الافتتاحية لحسابات الفرعية بشكل رئيسي لكل الحسابات الرئيسية كل بقى كل الحسابات الرئيسية والفرعية هيوريني الارصدة الافتتاحية بادوسها ممكن اقول كمان انا عايز بالتحديد من حساب كذا الى حساب كذا يظهر للارصدة الافتتاحية بتاعتكم او من مراكز تكلفة او من مجموعات او ما الى ذلك ممكن كمان استعرضهم حسب مركز التكلفة ولو عايز ترتيب التقرير يجي بالارقام بالاكوات بتاعت الحسابات هاختار حسب الرقم لو عايزه يظهر بالاسماع هدوس حسب الاسم بعد كده بادوس طبع عشان يظهر للتقرير بتاعي او اضع التقرير هنقفل الارصدة الافتاحية ونخش على اخر شاشة معنا النهاردة اللي هي الموازنة التقديرية طبعا شاشة الموازنة التقديرية هي شاشة باستخدمها علشان ادخل تقديرات يعني تقديري كده لموازنة الموازنة بتاعت المنشأة خلال فترة مالية معينة طبعا الشاشة دي من الشاشات الاختيارية اللي انا اشتغل عليها الهدف منها ان احنا بنحط خطوط كده عريضة للمستخبل المالي للشركة ونقدر نقارن بعد كده العمليات الفعلية بالخطة التقديرية اللي احنا حطناها ونعرف مدى الانحراف بينهم ايه طبعا بناء على الانحراف دوت هنشوف ايه اسبابه ونقدر نعالجها بعد كده بما يتناسب طبعا مع تحقيق اهدفنا وتحقيق اهدفنا كمنشأ يعني وتحقيق ربح لنا اه طبعا هندخل تقديرات الموازنة ديت على مستوى الحسابات الفرعية بمختلف العملات للحسابات اه وكمان اه النظام بيتيح لنا ادخال الموازنات التقديرية للحساب والعملة اه في حالة استخدام مراكز تكلفة يعني ممكن ندخل مراكز تكلفة ومع الموازنة التقديرية للحسابات اللي كمان مربوطة بمراكز التكلفة عندنا هنا بقى متغيرات اه موجودة اه اول حاجة عندنا هنا رقم الحساب اه بنستخدم بنستخدم حقل رقم الحساب دوت اه علشان نحدد الحساب اللي احنا هنحطله اه قيمة تقديرية في اه الموازنة وبنحدد الحساب طبعا اه بالضغط اف تسعة في حقل رقم الحساب هنا بتظهر ان الحسابات بختار الحساب اللي عايز احطله اه تقديري او قيمة تقديرية في الموازنة لما بختار الحساب بيظهر الاسم بتاعه هنا ولو الحساب ليه اكتر من عملة قدر اختار العملة اللي هحطلها القيمة التقديرية بعد كده اه مركز التكلفة هنا حقل مركز التكلفة دوت اه بستخدمه اه علشان احدد مركز التكلفة اللي هحطله رصيد في الموازنة وطبعا هو حق اه اه اختياري مش اه اه اجباري عندنا بعد كده اه طرق لادخال القيمة اه للموازنة التقديرية او القيم اللي انا عايزها تظهر للشهور بتاعت السنة زي ما احنا شايفانا هنا بدأ من شهر واحد الى شهر اه اتنشر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سكتة سبعة الى شهر اتنشر طبعا ممكن المستخدم يكون عايز اه يحط تقدير ثابت لكل الشهور فهيعمل ايه? هيكتب التقدير الثابت بتاعه هنا طبعا بعد اضافة هيكتب التقدير هنا السابت وليكن مثلا مية ثم اه بنضغط F7 اللي هيكرر لي المبلغ دوت او التأدير ده لكل اه شهور السنة حتى اخر شهر اه في السنة نتراجع علشان اه نشوف طريقة تانية ان مثلا المستخدم اه عايز يحط مبلغ اجمالي ويوزع اه بنسبة اه ثابتة على كل الشهور يعني انتبه مبلغ اه لكل الشهور لكن اه هو يعرف الاجمالي كام او هو عايز احط الاجمالي مرة واحدة طبعا لو عايز احط الاجمالي المحلي هنحطه في الخانة ديت لو الاجمالي الاجمالي هنحطه في الخانة هنا فاحنا هنقول مسلا ان الاجمالي اه الف ومئتين هنا هيدي لكل شهر مية وبعدوس F8 علشان يوزع لي لكل شهر مية اه لكل شهر مية اه جنيه مسلا طيب في حالة اه اه ان انا اه كمستخدم مش عايز اعمل اه عايز افها ربط هندخل تاني للشاشة شاشة الموازنة التقديرية اه انا كمستخدم مش عايز اعمل اه اه شيء ثابت انما انا عايز اخد الموازنة تقديرية تكون على اه اول شهر او توازي تساوي مبلغ اه اول شهر او احط نسبة مثلا على استخدامي لاول شهر هي دي النسبة اللي هتبقى اه تقريبا ثابتة بعدك هدا فبدوس هنا بالاعتماد على الشهر الاول او بفعل المتغير بالاعتماد على الشهر الاول وباجي هنا في مبلغ في مكان النسبة وبعد اضافها تاجي هنا في النسبة وبحدد النسبة اللي انا عايز اضيفها فبما ان انا الشهر الاول عندي اصلا صفر فاداني هنا صفر تقول ان هنا ان الشهر الاول كان مية مسلا فبعد كده عشرة هيبقى مية وعشرة وهكذا لباقي الشهور هتبقى مية وعشرة ثابتة لباقي الشهور اعتماد على ان انه اخد نسبة عشرة في المئة من الشهر الاول أما لو عايز أعمل النسبة تدريجية مش تصاعدية فهاجي هنا أعملها بالاعتماد مثلا على الشهر السابق فهنقول هنا إن الشهر السابق كان هنا كان 100 أحط هنا النسبة عشرة وهنا النسبة عشرة بالنسبة من الشهر السابق فأنا بحدد هنا النسبة اللي أنا عايزها من الشهر السابق قد إيه وهكذا لغاية آخر السنة ودي الطرق اللي بقدر أحط بيها موازنة تقديرية للشهور بتاعتي أو شهور السنة المالية الخاصة بالعمل في المنشعة أتمنى أن المحاضرة بتاعت النهاردة تكون كانت محاضرة سهلة وطبعا تمانياتي إليكم بالتوفيق ما تنسوش تتابعونا على اليوتيوب والإنستجرام والفيسبوك تحياتي إلى أن أتقاكم في المحاضرة القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر